نروح للمباراة التانية وهي طبعا مباراة سموحة وأسوان مباراة عميرة بالكفاح أسوان بيؤدي أداء متفرد أول بمنتهى الصراحة أسوان النهاردة كان أكثر من ند لنادي سموحة بل دانت له السيطرة في كثير من أوقات المباراة وهي علامة استفهام غريبة فيما تعلق بأسوان حاجة إيجابية شديدة جدا أنه أسوان ميزانيته لا تتعدى أرقام هزيلة جدا ربما ميزانية النادي كله تيجي في 8-2 لعيبة في سموحة ومش بس سموحة كل مباراة أسوان حيال لعيبة حتى هذه اللحظة كان أكثر من ند بل كان أفضل في كثير من المباراة من منافسيه لكن شاء المولى سبحانه وتعالى أن يأتي أو تأتي ضربة جزاء أو تأتي ضربة جزاء ضايعها أسوان بينما ناصر ماهر طبعا بمهارة شديدة جدا بيحرز هدف وحيد من ضربة جزاء لكن عندنا أعتقد أكثر من حالة هناخد الأول دي ضربة جزاء بتاعت سموحة نشوفها دي ناصر ماهر وداخل وحطها بثقة جمدة جدا شايف كويس قوي قوي ومنشن واخد قراره تمام تمام وحطها على يمين الحارس عندنا بعد كده أسوان ضربة جزاء أيضا ضايع الأسوان كان ممكن جدا يعدل النتيجة إلى واحد واحد وربما يأتي أمر آخر لكن حطها ومهارة شديدة جدا من الحقيقة الحارس الرائع حارس نادي سموحة طبعا تقلق كبير جدا طبعا الهاني سليمان الحقيقة عنده ندوج عالي جدا جدا هذا الموسم مع سموحة وبيأدي أداء أكثر من رائع الهاني سليمان روعة 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 أنقذ سموحة وأهداهم ثلاثة نقاط كانت على الأقل نقطتين هيتيروا من الثلاث في حالة في دي 29 برضو لنادي أسوان يوريك أنه كان عنده النهاردة فرص عظيمة انفراد لأم أكري قبل ما يخرج ودخل وانفرد تماما تماما والتقلق 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 للهاني سليمان الحقيقة بشكل أكثر من رائع وينقذ هدف مؤكد زي بقول لحضراتكم أسوان كان ممتاز النهاردة الحقيقة ولو كان أسوان عنده ميزانيات حقيقية كنت قلت لهم لازم تصرفون لهم مكافأة النهاردة لكن أم يعيني يا دوبك اللي جاي على قد اللي رايح لكن تحية كبيرة جدا لكابتن مجد عبد العاطي المدير الفني اللي أثبت كفاءة كبيرة جدا جدا مع هذا الفريق وتحية لمجلس إدارة أسوان ولفريق أسوان ولأهل أسوان كلهم حياء على هذا الأداء المتفرد لسبوع الجاي مجدي عبد العاطي المدير الفني طبعا لأسوان كابتن مجدي عنده لقاء مع أستاذه كابتن مختار مختار لنتاج الحربي طبعا كلنا عارفين أنه كابتن مجدي مشواره التدريب كله كان يعمل مساعدا لكابتن مختار مختار وقتها هنقول بقى زي المسأل الإنجليزي ما بيقول هل ده ما بيقوله أحيانا لما التلميذة تفوق على أستاذه ده مسأل الإنجليزي هناك دايما يقولوه ده ستودينت أو تران هز مستر هل ده ستودينت أو تران هز مستر فعلا وهيتفوق على أستاذ أولئة ده هنتفرج على الماتش ده بأهميته من هذا المنظور تحديدا يعني طيب هلا هلا ه atomic ها